أكثر من 90% هي نسبة إنجاز وصل إليها القائمون على مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في بعض الكليات والتي تتزامن مع البدء تدريجيا في تسلم الحرم الرئيسي للجامعة حاليا في لجان عديدة تشتغل للتسليم والبدء تدريجيا في تشغيل الحرم الرئيسي في المدينة الجامعية سنقول عندنا تسليمات لبعض الكليات اللي واصطة نسب إنجازها طافت 90% من نسب إنجازها إذن اللي باقي إن شاء الله قليل مثال الكليات اللي هي كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية العلوم الإدارية، كلية الآداب والتربية، العلوم الحياتية هذه كلها كليات متقدمة في نسب الإنجاز بينما نهاية عام 2019 موعدا لتسليم هذه الكليات فإن من المتوقع نقلها إلى المدينة الجامعية بدءا من عام 2020 طبعا الخطة الحين أن يبدأ في تسليم وتشغيل إن شاء الله هذه الكليات في نهاية السنة الحالية، نهاية 2019 يبدأ التسليم ومع إن شاء الله بداية السنة التي هي 2020 راح يتم تدريجيا نقل وتشغيل الكليات الستة هذه يذكر أن إدارة الجامعة وضعت خطة طموحة للانتغال تتضمن عدة مراحل والتي تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية والمسؤولة لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي